الصحف العالمية قالت إيه عندنا؟ بعض الأخبار السريعة على مستوى طبعاً الأحداث العالمية اللي بيتمر بيها كورت القدر هنتكلم على أول حاجة بنتكلم على يعني المدير الفني البرتغالي سانتوس المدير الفني البرتغالي سانتوس يمكن تلع في مؤتمر صحفي حضراتكم عارفين أن المنتخب أو من خلال حالتنا كمان هنعرف أن المنتخب البرتغالي يعني اتهزم من سربة 2-1 في عقر داره ولم يتأهل مباشرة لكاس العالم وفيه حيخش الملحق المدير بالبرتغالي قال أنه سأرحل في هذه الحالة طبعاً بعد سبع سنين مع الفريق المدير الفني فرناندو سانتوس قال أنه سيترك منصبه إذا لم يتأهل لمنديال 2022 في قطر وأن الملحة الأوروبي اللي هيقام إن شاء الله في مارس القادم أن المنتخب البرتغالي عنده وما زالت الفرصة قائمة للوصول إلى المنديال لكن طبعاً سانتوس بيقول أنا في حالة لو ما وصلتش لكاس العالم دي هتكون آخر محطة ليا مع المنتخب البرتغالي أكيد كلنا ويمكن سانتوس زي ما بقول حضراتكم على المستوى الفني مدير فني كبير جداً يمكن حصل مع بطولات مع المنتخب البرتغالي بطولات كبيرة جداً جداً حصل على دور الأمم 2019 لكن كمان هو بيلتزم وبيعد الجماهير البرتغالية والشعب البرتغالي إنه هو يعني أكيد بيقول إن أنا ملعبتش آخر مباراتين في التصفيات بشكل جيد لكن بوعدهم أو بوعد الشعب البرتغالي إنه هيكون البرتغال في كاس العالم إن لم يتأهل البرتغال من خلال الملحأ هتكون دي آخر محطة لهذا المدير الفني ترجمة نانسي قنقر